السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي المحاضرة الثانية ان شاء الله راح تكون في مادة random variables probability and random variables انتو بتعرفوا دايما انو احنا ارجعكم كنت لموقعي الخاص اللي فيه كل المواد اليوم ارجع اضفتلكم مادة او بسميحنا Probe 2 هايها هون موجودة في الموقع اذا بتروع على Courses الموقع يعني اذا بفوت على الموقع مباشرة بفوت على Probability and Random Processes بتروح بتلاقي Probe 2 إذا بتنزلها بتغطيك هذا الشكل او هذا ال PDF اللي بعمله حاليا فقط اني برجعت اعملكم النوتس اللي معكم موجودة already على شكل Online Course على شكل PDF موجود ممكن استخدامه أهلا بغض النظر اخر شي احنا انتهينا فيه كان الكاركترستيق الموقع 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 خيريا نقرأ بالأول بالترانسفور اذا قام بغض النظر اذا قام بغض النظر ما هي T نفترض انها هي نفس الشي function يعني هاي y هي فعليا function of x شو المعنى تذكروا لما عملنا المحاضرة اللي شرحنا فيها شوي عن الماتلاب جبنا علامات طلاب خليتكم تعطونيها بشكل عشوائي كانت علامات طلاب مثلا او ارقام من minus 5 ل5 كان المين عندي نفترض انه uniform أو gaussian كان المين عندي 0 اذا عملنا تربيع للعلامات يعني لو عملنا y equal x تربيع يعني y transform random variable من x حولنا شو بصير في عندي بصير عندي function of x اللي هو probability density function pdf تبع مين تبع x راح يروح ويتحول new parameter أو new probability density function اللي هو f y f y f y هذا الحكه شو معناه؟ يعني لو انا في عندي system بعمل transformation اللي هو y equal to of x دخل عندي مجموعة الأعداد او الأرقام اللي جاي من السامبل space لبع x اللي بيخضع probability density function of x equal function of x وحوله أنا لمين لf y فنفترض انه في عندي قيمة x 0 transformation function هو t of x فراح يطلع معي y 0 فهاي كلها لو اي قيمة x1 x2 x3 كله راح يطيني بالآخر شو؟ اين بالآخر قيمة وين موجودة؟ ب new random variable سمينا y الآن شو راح نحكي؟ بنحكي هنا عن اشي مسميه monotonic monotonic transformation يعني monotonic transformation وانا في عندي الفونكشن y اللي هو function of t of x أو function of x أو يعني خلين ليش احنا كتبنا t of x نو اكتبناش f of x أو y of x بس عشان انميز بناتهم t جاي من transform عشان ما خربط f of x مع مين مع f x of x okay transformation t is called increasingly monotonic if tx1 is less than tx2 for any x1 less than x2 and called decreasing monotically f اللي هو العكس شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي لو انا في عندي قيمتين x1 و x2 okay فالفونكشن تبعي بالنسبة ل x اللي هو tx دائما increasing بالفترة اللي انا بعمل فيها transformation بالفترة اللي بعمل فيها transformation نفترض يعني لو كان في عندي أنا function اللي هو t of x كان عبارة عن linear function يعني اذا كأنا بجيب x بضربها مثلا في a بجمع لها constant هؤنا بيكون monotonic إذا كانت a positive أو negative بيكون increasing أو decreasing لكن لو كان y equal x square شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي أني أنا عندي x to the war 2 function دي هو وشو معنى؟ معنى في عندي فترة increasing اللي هي أقل من صفر وفي decreasing أفضل في الأقل من صفر وفترة في عندي أنا increasing في المنطقة اللي أكبر من صفر فهي y 0 شو رح تكون تساوي تساوي t x 0 الفنكشن اللي هو برمز للترانسفورميشن اللي هو t x 0 طيب إذا بدي أنا أنا معي موجود قيم y شو بقدر أطلع من قيم y بقدر أطلع برضو منهم قيم x قيم x معنى ها شو بقدر أحكي؟ معنى ها شو بقدر أحكي؟ معنى ها أن probability لمن لx إنها أكبر أو يساوي قيمه معين x أو أقل أو يساوي x plus dx معنى ها شو بتعطيني دائما بسبب أنه منوتونيك بس تعطيني أنه probability ل y الفنكشن الجديد نيو ترانسفورم فنكشن أكبر من y اللي هي تخضى عالمين يعني تحويل من x نوات مثلا هاي x لمين ل y هاي و أقل هو يساوي y plus dy شو يعني dy يعني معنى ها بنكدر شو نكتب معنى ها بنكدر شو نكتب أنه of y of y dy شو يساوي of x of x dx نكدر نكتب هاي العلاقة طيب شو كمان معنى ها أنا إذا بدي أجيب أنا فعليا f y of y non monotonic function طلعون شو في عندي رأيكون بجيب f of x of x نفسه بقسمه بقسمه على dy by dx يعني شو بعمل أو بضربه في dx by dy و شو بعمل يأخذ الabsolute value لإله هاي الabsolute value لإله وبعوض دائما عند قيم x equal y يعني مثلا لو كان عندي f of x of x وكان عندي y equal x square معناها x بالنسبة لو y شو رح تكون تساوي كونه y equal x square بيطلع معي plus minus square root of mean of y وروح بعوضهم هون فبصرفي عندي مجموعين مجموعين رح نشوفهم بعدين فانحكي random variable transformation if x and y are continuous random variables and the reversible transformation x to y and y to x is monotonic ذن نحن شو بنعمل منشيل مين plus minus هاي اللي موجوده هون وشو بطلع أو بضل عندي f of y of y equal function of x f of x مقسوم على dy by dx وبعوض أنا فعليا كل functions تبعون x بدلالة مين بدلالة y يعني dy by dx خلاص بضلع لي by dx باجي بعوض قيمة x فيو و f of x بعوض قيمة y ليجي للمثال سريع إذا كان عندي x and y are random variables وحكينا y equal to x يعني أنا بعمل وقاعد على تربية بعمل على scaling ال random variable التبعي بمقدار scale مقدار اثنين amblyification factor مقدار اثنين طيب نفترض نرجع لأول شيء علامات الطلاب زمان لما كنا نتحدث عنهم علامات الطلاب لو أنا اجيت ضربتهم في اثنين على فرض انه بيزبط هاي العملية بتنفع معنا أو فالد لو ضربت علامات الطلاب بثنين وعلى فرض انهم gaussian distribution شو رح يصير على المين المين رح ينضرب رح ينضرب بثنين مية بالمية لأنه احنا لو جبنا المين لأي function مش هو عبارة عن expectation لفنكشن 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 يعني expectation of x مش تساوي بتكامل minus infinity لفنكشن مضروبة في fx صح؟ مضروبة في fx وفنكشن طيب أنا x في عندي شو صار عليه ضربته في اثنين فقط فشو نبعمل قاعد فازا كأني بضرب ال expectation بمقدار اثنين طيب fx زي كأني بعمل expectation of 2x إذا بضرب بعمل expectation of 2x بقدر أطلع 2 لبره لأن expectation هو عبارة عن implicitly an integration okay معناها لو في عندي أنا random variable x ودعمل transformation بنقلها للعلاقة y equal to x معناته fx of x equal to هذا في حال انه هيك المعرف ال random variable طبعا هذا exponential random variable 2 exponential minus 2x u of x u of x بس عشان نحكي انه x أكبر مصد طيب شو بقدر أكتب بقدر أكتب انه y equal to x بقدر أكتب انه dy by dx بشتق شو بطلع معي بطلع معي 2 f y of y برجع على العلاقة fx of x شو هو 2 exponential minus 2x شو بعوض مكانه 2 exponential minus 2x على المشتقة كم مقدارها absolute ليلها 2 باجي بعوض x بالدلالة من y شو يعني x بالدلالة y يعني مش هاي y equal to x باجي بحكي x equal y على 2 لو عوضت هون x equal y على 2 اثنين اثنين ما بتروح بصفي عندي x equal y على 2 نعم x equal y على 2 هنا طبعا راح يكون في عندي مشكلة هاي ال y minus 2 شيلوها هاي فيها مشكلة هي واحدة صفي فقط exponential minus y مش 2 وحسب y 2 مع 2 يتروح و 2 على 2 جوه كما يتروح ليش لانه x عن y على 2 اوكي فبصفي عندي هون فعليا exponential هاي طبعا فيها خطا هنا في النوتس بس نكتب بدالها شو نكتب بدالها هون نقدر نكتب بس انه f أو f y y equal راح تكون فعليا exponential exponential minus y بس يكرا هتكون حسنا حسنا طيب if x and y are continuous are continuous random variables and the reversible transformation x to y is non-monotonic ماذا نعمل؟ نجيب أول شيء نقسم إذا كان هو non-monotonic نجيب كل الفترات اللي من minus infinity إلى infinity بالنسبة لل transformation function ماذا نعمل فيه؟ نقسمه لفترات أو sub-intervals نسميهم هاي sub-intervals يكونوا كلهم يعني لو جينا على y equal x باجا بقسم الفترات من minus infinity إلى 0 ثم ثم فترة من 0 إلى infinity increasing لمنتونيك فشو بعمل؟ بعمل summation على كل الفترات هاي k بترمز لكل الفترات اللي باجيبها أنا من transformation function fx of xk على dy by dx هون طيب عنا نرجع بس نتذكر هون الفعليين عملته أنا هون انه لما كان fx of x2 exponential 2x ضربنا عملنا transformation بمقدار 2x اللي صار فعليا عندي أنا بس بشيل اثنين من هون يعني بقسم جوا على اثنين هذا بس بالنسبة لل exponential random variable حالي خاصة زبط معنا بس مش بالضرورة انه بقدر اقسم مباشرة على اثنين في كل ال random variables اوكي هلأ هو بتقسم على اثنين بس فعليا ما بيطلع معي هيك مباشرة شكل نظيف مثل exponential minus y وانفي عنا typos طيب نيجي لهذا الحبيبنا اللي هو y equal x square if y equal x square find f y of y from اثنين اللي هي فوق dy by dx equal 2x صح x1 الفترة الاولى اللي هي على اليمين جذر ال y الفترة اللي على الشمال minus جذر ال y dy by dx1 شو رح يضطيني رح يضطيني هاي بنسبة لهو x1 رح يضطيني 2 جذر ال y dy by dx2 شو رح يضطيني 2 برضو square root لا y أو مزبوط وعليها شو منعمل هذا من منع جهات سأحكي dy by dx شو عطاني 2x x هو تساوي فعليا square root لو مع اثنين و مع minus 2 هو ال absolute في عندك العلاقة شو بتحكي بتحكي انه f y of y equal f x of x عند على dy by dx الاولى absolute زائد f x of الشق الثاني من x اللي هو minus square root of y على 2 فشو بيطلع معي بالآخر بيطلع معي f x of square root of y plus f x of minus square root of y على 2 square root of y بعدها شو بكتب بحكي بقول له find f y for f x of x equal to exponential minus 2x يعني بغض هذاك الاصلي اللي كان عندي فيه شو بدي اعمل فيه شو بدي اعمل فيه بدأ اوجد له هذا الترانسفوميشن لو حكيت انه الراندوم فارابر تبعي هو عبارة عن exponential شو بيطلع معي الترانسفوميشن تبعه في حالة x equal y square أو عفوا y equal x equal بطلع f y equal 2 exponential minus 2 square root of y plus 2 exponential 2 square root of y على 2 square root of y مجمع تمام 2 مع 2 بتروح في صف شو عندي exponential minus square أو minus 2 square root of y plus exponential 2 square root of y على square root of y هذا بطلع بالنسبة لمن للexponential شوف اللي عملنا scaling للexponential طلع معي مباشرة exponential minus y بس لما عملنا scaling مش scaling لما عملنا السيستم تبعي كان equal y equal x square صرف عندي طلع عن exponential plus exponential minus على square root طيب شو ممكن نعمل كما بالنسبة لترانسفوميشن إذا كان عندي y equal sine of x و theta f theta equal 1 على 2 by f theta of theta equal y على 2 by بالفترة كلها طبعا حسب هذا uniform distribution بالنسبة لمن theta equal 0 to by find f y of y طبعا هذا x احنا بدنا نرمز له فعليا لمن لا theta يعني هي x نفسه هي مقدار theta y equal sine of x dy by dx يساوي cosine x وهذا يساوي 1 minus y square under the square root طبعا إذا بنيجي بنكمل هون شو بيطلع معي بيطلع معي بيطلع معي احنا مش حكينا هون y equal عفوا اللي هي dy by dx equal square root of y 1 minus y to the y square هون شو بيجي بدنا نفهم بس نرجع ل الكوسين الكوسين كيف شكله الكوسين بيبلش من عند الصفر صح من الصفر بيبلش قيمة واحد بيبلش ينزل ينزل وين من واحد لماينس واحد صح وين هاي عند ال by من صفر ل by وصل عند الماينس واحد بعدها شو بيعمل عند ال by بظل يطلع ل2 by لواحد فهو نصار فيه عندي decreasing increasing فإحنا شو بنحكي واحد على 2 by اللي هي من اللي هي نفسه F3 of theta مضروبه في ال 2 اللي هم وفترتين عندي موجودين لأول فترة من الصفر لby بعدها من by لوين ل 2 by لو حكينا cosine لو حكينا sine احنا منحكي من صفر لby على 2 increasing من by على 2 ل3 على 2 decreasing بعدها من 3 على 2 على 2 by شو بيطلع معي increasing حيث يحطينا 2 هاي جاي من وين جاي من الصميشن اللي موجود في الصفحة الأولى اللي هي هاي الصفحة مضبوط بيطلع معي بالأخير واحد على باي في سكوير روت 1 minus y سكوير طيب بالنسبة ل الـ discrete random variables يجب أن نعمل discrete random variables يجب أن نرى function of x يكون عبارة عن probability لعند x of n في delta x minus x n و cd f transformation y of n equal tx of n is monotonic then احنا شو بنعمل ولا أشيء اللي بنعمله فقط انه if y of y equal summation probability y في delta y minus yn وبالنسبة ل cdf نفس الشيء نيجي بالأول لمثال أفضل بالنسبة ل discrete منشرح مثال أفضل if x and y are discrete random variables with y equal to x نفس المثال القديم and x taking the values 1 5 7 9 with equal probability طبعا هنا في type كمان probability في عندي p هو هنا find if y of y ok if y if y حسب العلاقة هاي شوف تعطيني تعطيني ربو اللي هي أول وحدة equal probability نحكي ربو في delta y minus x 2 اللي مين مش y minus x كانت أو x minus x n اللي شوف أحط 2 لماذا؟ لأن أنا أتحدث عن 2x ربو في ربو y minus 10 زائد ربو في y minus 14 minus y 18 طيب طيب إذا كان x and y are discrete under variables with y equal x square والقيم عندي هي عبارة عن plus minus one plus minus two equal probability برضو بحشو بحكي اي واحد مرتين موجودة صح equal probability ربع زائد ربع أول مرة ربع زائد y minus واحد بعدين زائد ربع دلتا y minus واحد كمان اللي جاي من minus تربية لواحد فصف عندي نص وعندي شو كمان نص في دلتا منطقي جدا خلي اني اش فهم الان في مجموعة الارقام واحد وث من minus one أو minus two minus one minus two minus one one two يعني عندي خلي نحكي ناقص واحد ناقص اثنين وناقص واحد واحد واثنين لو جيت اربعهم اكس كل واحد عندي قيمة الـ random variable تبعه احتماليته عفوا ربع لو جيت ربعت هاي القيم اللي موجودة عندي اوكي فراح يصفي الواحد موجود مرتين والاثنين موجود مرتين عشان يظل اسمه random variable وظل عندي اسمه pdf لازم داما احتماليته أو الاول تغير واحد الثاني تغير بظل نفسه بظل واحد فعند قيمتين لواحد الاول احتماليته نص الثاني احتماليته نص من اقت اه عفوا ربع 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 وانتو شو بطلع معي مجموع نص زائد نص delta y مه نص هكي احنا نحينا الـ random variable transformation فيه امثلة كثيرة بالنسبة للrandom variable transformation فعليا ام وممكن مثلا نحكي من cartesian transformation x y الى r و theta هذا الحكي بس نشوفه اكثر وين بال joint random variables اللي هو رح يكون قنوان chapter اللي هو بسموه multi-dimensional random variables ويأطيكم الافية ترجمة نانسي